بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأما بعد أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها السادة الكرام روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى ثالثة يعني إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين لأمته بالصورة المحسوسة قدر ومكانت الرسالة العظيمة التي جاء بها من عند الله تعالى فأخذ منها الهدى والعلم فالهدى هو القرآن الكريم لقوله تعالى هدى للمتقين والعلم هو الأحكام الشرعية المقررة في السنة النبوية المطهرة فشبههما بالغيث الكثير والغيث هو المطر النافع الذي يغيث الله به الناس بعد جذب وقحت ووصفه بالكثير لأن علوم الشريعة بحر يغرق الناس في ساحله من كثرتها وسعتها فأنزل الله رسالة الإسلام كما ينزل المطر على الأرض والأرض التي ينزل عليها المطر ثلاثة أنواع أرض خصبة وأرض جذباء وأرض سبخة فالأرض الخصبة وهي التي تشرب الماء وتنبت الزرع والكلأ والجذباء هي الأرض الصلبة التي يتجمع عليها الماء فيشرب منه الناس ويسقون دوابهم ولكن الأرض نفسها لا تشربه ولا تنتفع به والأرض السبخة هي الأرض المستوية التي لا يقف على وجهها الماء بل يدخل فيها تشربه ولكن لا ينبت منها شيء لكونها مالحة فكذلك الهدى وعلوم الدين نزلت على جميع الناس وهم ثلاثة أصناف الصبف الأول سمعها وعمل بها وعلمها للناس كالعلماء والمرشدين والناصحين فهؤلاء انتفعوا بالعلم ونفعوا به غيرهم فهم كالأرض الخصبة الطيبة التي أخذت الماء وأنبتت الزر والصنف الثاني سمع القرآن وسمع الحديث وسمع العلم فعلموه للناس ولكن لم يعملوا به لم يطبقوه على أنفسهم فهؤلاء كالأرض الجذباء الصلبة انتفع بمائها الناس ولكن هي لم تنتفع به والصنف الثالث سمع القرآن وسمع العلم وسمع الشريعة ولكنه لم يعمل بها ولم يعلمها غيرها فهو كالأرض السبخة التي أخذت الماء فلا هي انتفعت به ولا نفعت به غيرها ويستفاد من هذا المثل أمور منها أن وجه التشبيه في هذا المثل أن الماء فيه إحياء الأرض والهدى والعلم فيهما إحياء القلوب ومنها أنه صلى الله عليه وسلم حثنا وأوصانا باتباع هدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن فيهما تنزل الرحمة وتحل البركة وينتشر الخير كالغيث الكثير ومنها أن تعليم الناس الخير والدين والنصح من أشرف الأعمال قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أشراف أمتي حملة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر